ايوه في يوم من الأيام يا جماعة الخير يطق الباب على فهد طق 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 السلام عليكم وسهلا الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين ان شاء الله اليوم رجعنا لكم قصة جديدة وبما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة والله العظيم ووضع بسيط تيك 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 بس تشترك وفعل جرس التنبيهات وشكرا لكم على الكلام الإيجابي في المقطع اللي فهد وعدد المشتركين قسم بالله العظيم شي جبار الله يسعدكم يا رب اليوم نبغى نجيب دبل اللي جبناه في المقطع اللي فهد يلا ما بغى أطول عليكم خلنبدأ في قصة اليوم قصة اليوم يا جماعة الخير لشخص اسمه سعد سعد جماعة الخير شخص في عمر 28 او 29 قرروا هلا انهم يزوجونه كذا فجأة هلا قرروا انهم يزوجونه من أنسب شخص راح تتزوجه اللي هي بنت عمه راحوا اسألوا عن بنت وخلاصوا امورهم تمام وقفوا عن موضوع وتزوجوا المهم تزوجوا جماعة الخير وامورهم مرة زينة وسعد كان متوظف في وظيف والوظيفة هذه كانت مرة كويسة وراتبة كان في التسع الاف والعشر الاف وكان ذيك الايام التسع الاف وعشر الاف راتب يعتبر ممتاز مرة اول سنة مرة الثانية سنة من الزواج ثالث سنة سعد جاه ولد وسمى هذا الولد فهد ومشت الايام ومشت السنة الاولى السنة الثانية الخامسة السابعة مرت السنوات بشكل مرة سريع سعد قاعد يتخير حبة حبة واللي ملاحظوا التغير هذا اللي هي زوجته وصارت التغيرات هذه تغيرات سلوكية يعني يجيهم بعض احيان للبيت وسعد موف كامل قواه العقلية المشكلة ان سعد عنده ولد ولده فهد الان بعمر تسع سنوات المن بعد فترة اجمعت خير جات الرسالة على جوال زوجة سعد الرسالة هذه من صديق سعد في الدوام السلام عليكم عفلان فلانية انتي زوجة سعد اتمنى تمسكين زوجك لان زوجك طاح في الخراب والشي هذا مو منصالحكم ولا منصالحنا الشخص هذا صنكان يحب سعد في الدوام ويتمنى له الخير ولكن سعد ما كان يسمع كلامه نهائيا وقعد يقول لهم الكلام انتو عندكم ولد ولدكم الان بعمر ثمانة وتسع سنوات فتمنى انكم تحافظون على اسرتكم بشكل كبير هنا انحاسة اوراق الزوجة انهبلت زوجي يتعاطى شلون اول قرار اتخذته لازم تكلم اخوها الكبير اتصت على اخوها الكبير السلام عليكم كيف الحال اخبارك طيب انا ابغاك بموضوع تعالي البيت الان والموضوع هذا مهم ولازم تجي فاسرع وقت شلون لازم تجي حدد اخوها وقت عشان يروح لاخته واخته تبعد عنه يا جماعة الخير ما يقارب 180 كيلو راح الاخه الكبير هذا لاخته وش السالفة والله يا فلان زوجي صار متعاطي وانا ما ادري وش اسوي احلم انتأكد من قال لك وعلمت انه جاه خوية ومدري ايش قال لها انتبهي ترى في ناس يحبون يخربون البيوت انتبهي الرسالة هذه لا تصدقينها الا لما تشوفين بعينك شلون نعم لا تصدقين الا لما تشوفين بعينك استمرت الايام فهد صار يروح للمدرسة مرة ابوه يوديه ومرة ما يوديه بعد مر ممكن سنتين او ثلاث سنوات خلاص الزوجة تأكدت ان سعد صار مدمن مخدرات من موقف واحد في يوم من الايام زوجة سعد يا جماعة الخير حصلت حبوب غريبة في ثوب زوجها ما تكلمت ولا قالت شي يوم حصلت الحبوب خذتها وصورتها وارسلتها لاخوها اخوها برضو هنا تأكد زوج سعد مدمن بعد ما اكتشفوا الموضوع اخو الزوجة قرر انهم ينفصلون انا ولد عمها انا ما ادري ايش يا رجل معد نبغاك ولا نبغى قربك لا ولد عمها ولا خرابيط مع السلامة المعروف ان الولد يكون مع الام واذا ابوه يبغى يجي يشوفه يجي يشوفه المم انفصلوا وفهد يدرس في المدرسة ولا احد قال لنا ابوه اصلا يعني يتعاطى وشي يوم من الايام اجمعت الخير يومين ويومين عند امه ويومين عندي ويومين عند امه الام هنا مبسطت قد خلي يروح شوي يريحني برضو انا عندي اشغال وودي اسويها او عندي الوظيفة حقتي وودي اعمل فيها وانا اكون مرتاحة خلي يروح عند ابوه ومن هنا يجمعت الخير بدت قصة اليوم هذا ولده ورجعوا للبيت هنا الولد في صف رابع خامس ابتدائي والابو يجمعت الخير الحد الان متعاطي ولكن الزوجة تعتقد ان زوجها خلاص خف وتام ولكن زاد اللفل شوي بدل ما يتعاطى صار يبيح وتمر الايام وتمر يجمعت الخير الشهور الحكومة يجمعت الخير عرفها تنسعد برضو يبيع المخدرات وقررت في يوم تلقي القبض عليه لانه قاعد يروج اشياء ممنوعة ولكن يحاولون يصيدونه ما قدروا ولا حصلوا عليه ولا زلة يجون ايمين يجون اي سار ما حصلوا عليه ولا زلة طبعا جمعة الخير كيف راح يثبتون عليه راح يثبتون عليه جمعة الخير عن طريق انهم يثبتون عليه معه مخدرات وقاعد يبيحها يبغون يثبتون عليه ثبتون عليه ما قدروا يحاولون يميني سار ما قدره والشخص هذا متمكن لبعد درجة بعد بحث وتحري حرفيا صار طريقة جمعة الخير يستخدمها سعد للبيع حرفيا لمحنك هذي يجي واحد يعطيه الفلوسه في يده بعد ما يعطيه الفلوس جمعة الخير في يده ينتظر ولده يجي للبيت لما يجي ولده للبيت يحط الأغراض في جيبه بزر ما يدري جوه كرتون علاجات يقوله بيجيك خويه في المكان أنا جمعة الخير قاعد أقول لكم الأحداث هذي كلها عشان تدخلون في صلب الموضوع الحين فهد جمعة الخير ابوه في السجن ورجع يعيش عند أمه وخاله زي أي يوم عادي فهد راح المدرسة وانتشر خبر داخل المدرسة ان فهد جمعة الخير ابوه يبيع مخدرات ومسكت الحكومة وحطوه في السجن وصاروا عيرونا في المدرسة يا ولد المتعاطي يا ولد المتعاطي حرفيا كانوا يرمون عليه كلام مرة قوي عليه انتم تخيل انه يمر في أي مكان على طول يعيرونا ابوه لا أخفيكم الولد جتها صدمة نفسية هو ما يدري من قبل ان ابوه أصلا كان يبيع ولا يدري ان ابوه كان يستخدمه انه كان يبيع له الطلاب بس يدرون ان ابوه متعاطي وهذا الله يسلمكم ولد ما لدخل في البيع وشراء بس يدرون ان ابوه يتعاطى وانسجن وحطوه في السجن وخلاص الآن هو في عمر رابع ابتدائي خمس ابتدائي ويسمع الكلام هذا عليه بشكل كبير اجتمع المدرسين في المدرسة قالوا لازم نحصل حل الفهد ما ينفع فهد يكون بالشكل هذا الكل يتكلم عليه والكل عايره بابوه وشي هذا ممكن يوصل فهد المرحلة خطيرة في يوم الايام مدير مدرسة قرر يجتمع مع الطلاب ولا يبغى ينشر الموضوع كان يوعيهم بشكل عادي يقول لهم يا جماعة الخير ما ينفع تتعايرون ولا يبغى يقول لهم عن فهد لن في ناس برضو ما يدرون فهد وش فيه وما ينفع تتعايرون وما ينفع تتكلمون على فلان وفلان والشي هذا مو موجود عندنا في الاسلام المم قام يحدثهم ويقول لهم من الكلام حرفيا الديني الجميل اللي وعي صغار هذولي يخليهم ما يتكلمون على فهد لا اخفيكم خف الضغط على فهد صاروا يعني بدال ما يتكلمون عليه عشرين صاروا يتكلمون مع عشرة والمدينة اللي هون فيه حرفيا ما فيه الا ثلاث مدارسة واربع مدارس لان المكان اللي يعايش فيه هي مدينة قديمة قرر المدير انه يتصل على ام الولد السلام عليكم ام فهد كيف حالك طيب ان شاء الله يوم فهد ترى والدك يتعرض الى كيت 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 والدك يتكلمون عليه الطلاب يعايرون بابوه اذا تبون الحرفيا الحل الانسب انكم تنقلون من المدرسة هذي تودونها مدرسة ثانية والمدرسة هذي تبعد على المدرسة اللي هو فيها ما يقارب 40 كيلو حرفيا الام ما بيدها حيلة في النهاية انها بنت ما بيدها حيلة انها تودي وتجيب فمسكت ولدها وعلمتها قلت له يا فهد انا ادري انهم هم يتكلمون عليك وادري انهم يقولون فيه كذا وكذا وكذا ولكن يا فهد حاول انك تتحمل ولا تسمع كلامهم كلامهم كأنك ما تسمعه دخله من هنا وطلعه من هنا طبعا فهد اكيد بيقول ايه وبيمشي الموضوع عشان امه برضو ما تنضخه مشى الموضوع مع امه قال ان شاء الله يا امه بس خلني خلص سادس ابتدائي وبعدها اطلع من المدرسة ذي وافتك قلت العيمة علي ياولدي وان شاء الله انك بتصير شخص كبير وان شاء الله احلامك بتكبر وان شاء الله بتصير شخص ذو قيمة يوم من الايام ما عليك من كلامهم وابوك ما يمثلك انتمثل نفسك قعدت تقوله عن ايام الصالحين قبل ان فيه ناس طلعوا من بيئة فساد وصاروا من اكبر الناس الموجودين في البلد والولاد يقول ايه ان شاء الله يا امه ايه ان شاء الله يا امه ولا اخفيكم الولد تحطم نفسيا ولكن قاعد يقاوم جاءت المرحلة اللي بينتقل فيها الله يسلمكم فهد من سادس ابتدائي الى اولى متوسط المدير ما نسى الموضوع اتصل على ام فهد من جديد سلام عليكم يا ام فهد يا ام فهد نصيحة مني لك لا ينقل المدرسة اللي حنا نوديه لهم الطلاب مباشرة في نظام جمعة خير في المدارس من سادس ابتدائي الى اولى متوسط يودونهم كده مدرسة هم متعقدين معها معينة ومن ثالث متوسط البحون اولى ثانوي المدرسة ثانية برضو يودونهم مدارس معينة مختارة لان هي اللي تكون اقرب وانسب الاهل الحي قال لها خذي ولدك ولا تخلينا ينقل المدرسة هذه وديه مدرسة ثانية قالت له خلاص تمام وان شاء الله الامور زينا والام صمات بغى تنقل لان دوامها قريب كلمت دوامها وتفهموا دوامها وانقلوها للفرع الثاني اللي عند المدرسة الثانية واستأجروا هناك مكان هي واخوها والولد واسكنوا في المنطقة الثانية وصار الولد يدرس هناك اولى متوسط مره اول اسبوع اول اسبوعين مر شهر كامل فهد بدي يتحسن مستوى داخل المدرسة ولاخفيكم كان فهد متفوق لابعد درجة فرق يوم كان في الابتدائي كان معدلة ضعيف في الابتدائي بشكل كبير ولكن يوم دخل المتوسطة تطور مستوى بشكل كبير لدرجة في بعض مدرسين قالوا هذا الشخص لازم نخليه يطلع من اولى متوسط ونخليه يتجاوز ثاني متوسط يروح ثالث متوسط طبعا هذا الشي موجود يا جماعة الخير للناس اللي عندهم ذكاء عالي في اختبرونهم بعض الاختبارات ما يخلونه يتأخر سنوات كثيرة في الدراسة والكلام هذا سابقا انا قد مر عليه بعد شهر حرفيا اختبروا الولد يا جماعة الخير اختبار تحديد مستوى ما ادري هل هو موجود الاختبار هذا اتمنى اذا احد عنده علم عشي هذا موجود الحد الان او لا اسمه اختبار تحديد مستوى يحدد فيه مستوى اذا هو موجود اكتبولي تحت في الكومنتاج المهم فهد جهز نفسه وكانوا معي يا جماعة الخير ثلاثة يبغون يختبرون هذه الاختبارات واحد اسمه خالد والثاني اسمه طلال والثالثة يا جماعة الخير اسمه عبد الرحمن الثلاثة هذولي مع فهد يصورون اربح المدرسة تتامل فيهم خير ويقولون هذول الطلاب راح يكونون منتب حربيا المدرسة وممكن منتب عندنا في نفس المدينة او الدولة كانوا يرهنون عليهم سبحان الله يعني لما تنظر الفهد ايام الابتدائية كان سيئ ولكن ما خلاه لا يقلسوا الا حرفيا الكلام السلبي اللي كان يجيه المهم اختبروهم اختبار تحديد مستوى كل اللي في الدفعة خلوهم يا جماعة الخير يطمرون ويوصلون ثالث متوسط يعني يطمروهم سنة كاملة ذالما يدرسون ثاني متوسط كان سنة قال خاصة ادرسوا ثالث متوسط اليوم خالد وطلال وعبد الرحمن وفهد الاربع ذولي صاروا اخوية سبحان الله لاذكي يا جماعة الخير يكونون اخوية مع بعض ممكن حصل لك اثنين ثلاثة ولكن دائما الاذكي يحبون يقومون الاذكي اللي معهم يعني يقول لك اخبرني منتو صاحب فاخبرك من انت المهم يا جماعة الخير ادرسوا ثالث متوسط وبرضو تخرجوا بامتياز الحين مرت ما يقارب سنتين يا جماعة الخير وهو في المتوسطة بيروح الان للثنوي ونسى جماعة خير فهد ان في ناس كانوا عيرونا قبل وكانوا يتكلمون عليه نسى نسى الشي هذا بشكل كبير وكل هذا بسبب نصيحة مدير المدرسة لام فهد ام فهد طبعا لا اخفيكم مستانسة بشكل كبير ان ولدها صار من المتفوقين وجاها شخص يبيض وجهها بعد المشاكل اللي سواها ابوه المهم جت مرحلات الثنوي قرروا الاربعة لهم فهد وخالد وعبد الرحمن وطلال انهم يدرسون في ثنوية وحدة والاشارة عليهم هذا الشور مدرس النشاط داخل المدرسة قال اوصحكم انكم تدرسون مع بعض في مدرسة وحدة وحدد لهم مدرسة يدرسون فيها والمدرسة هذه مشكلتها انها تبعد عن المنطقة اللي هم فيها مية وعشرين كيلو بسبب اختيار المدرس للمدرسة هذه المدرسة هذه دايما يعتنون بالطلاب المتفوقين وحراما في مواهب نفس كذا تنكتم موهبتها في مدرسة عيدية مثلا خالد وطلال وعبد الرحمن حرفيا راحوا وكلموا اهلهم ووافقوا اهلهم انهم يروحوا للمدرسة الثانية بسبب قدرتهم المادية العالية اما فهد ما عندها الا امه وراحي جماعة الخير اهد اهلم امه انا اختبرت وخلاص بنطلع الان من المتوسطة نبغى نروح للثانوي ولكن يا امه في مشكلة اني انا ودي ادرس مع اخوياي المكان الفلاني المكان هذا يبعد فوق المية كيلو يا امه وانا ما ابغى اخرك يا امه ولا ابغى اعطلك عن دوامك وش اسوي هل عندك طريقة وش قالت الامه طبيعة الامه جمال الام حرفيا وش قالت قالت امه ياولدي اكلم دوامي ينقلوني من المكان اللي انا فيه للمكان اللي انت بغى تدرس فيه وانا معاك وداعمتك ياولدي لا تشيل هم ولا يكدر خاطرك شيء مدرسة اروح للمدرسة اللي انت بيها الام طبعا ليه قاعد توقف مع ولدها هذه الوقفة تبغى تعوضه ابوه اللي راح وخلاه الابو اللي جاب الامانة هذي وطاح في مشاكل الله لا يبلاكم يارب عشان كذا الام تبغى تعوض الولد ولا تبغى تحسه بالنقص عدو سألني عن قوة الام للمهم كلمت دوامها وجاء القرار يا جماعة الخير بعد ما كلمت دوامها ووافقوا انها يتنقل للمنطقة الفلانية الثانية وراحت على طول تبشر ولدها ويقعد ولدها يصيح ما صدق هذا الخبر ولكن مع صياحة هذه قاعد يحس بامانة عالية ويحس بمسؤولية كبيرة تجاهها ليهمكم عمره بعض الصغار يا جماعة الخير بنتهم مواقف مرة كبيرة لدرجة المواقف هذه ما يتحملها شخص في عمر الثلاثين سنة وانا متأكد حرفيا من الشي اللي قاعد اقوله ان فيه ناس في الحياة اعمارهم صغيرة حرفيا من قوة ضغط الحياة تحولوا الى ناس كبيرة ناس عاقلة راشدة تعرف تتكلم تعرف تختار فهد حسب المسؤولية وحس انه لازم يبدع في دراسته كتت مرحلة الثانوية يا جماعة الخير بدت الدراسة خالد وطلال وعبد الرحمن موجدين هناك وكانوا متوقعين عدم وجود فهد وجاء اول يوم دراسي حرفيا تلاقوا مع بعض وقرروا يا جماعة الخير المدرسة انهم يحطونهم في فصل واحد بسبب توصية من مدرس النشاط حطوهم فصل واحد وصاروا مبدعين لابعد درجة اختباراتهم فل المدرسين ما يجادلونهم ولا حرف وكل واحد كان قوي في شيء لما نروح العبد الرحمن كان قوي في الرياضيات والمعادلات ولما نروح الطلال عنده الحفظ والذاكرة يعني كل واحد تحسهم كذا تيم والله العظيم تحسهم تيم كل واحد مميزة ربي بشغله في يوم من الايام يا جماعة الخير جاء شخص وقال كلمة الفهد والكلمة هذه احفرت صدر فهد حفر حرفيا كلمة قديمة وموجعة لابعد درجة يا ولد المتعاضي هنا فهد يا جماعة الخير صدم وصعق بشكل كبير مرة موضوع تقفل من زمان وش خلاه ينفتح الان حرفيا مو وقته مو وقته نهائيا فهد حرفيا تذكر الماضي والضغط اللي عليه وانه منطق من مكان لمكان وغاب يا جماعة الخير مدرسة ما يقارب ثلاث ايام فقدوه على طول فقدوه لانه شخص متعلم وصاحب علمي يا جماعة الخير يتصلون على امه تقول ان شاء الله بيجي اليوم الثاني ان شاء الله بيجي اليوم الثاني وحرفية يا جماعة الخير بعض الكلام اثر في الانسان اقوى من اي شيء في الحياة يا شيخ اقوى من الموت بحيان تتمنى انك تموت ولا حرفيا تسمع كلمة تجرحك المهم قرروا الثلاثة الاخوية خالد وطلال وعبد الرحمنهم يروحون الفهد لبيته ويقولون لا ارجع وان الموضوع ما يستاهل وانه 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 ونفس الحكاية هذه وطلع واحد من المدرسة من الناس المسؤولين اللي داريين يروح برضو الفهد مع الثلاثة ذولي ويحاولون يقنعونها ارجع يا ابن الحلال ارجع يا ابن الحلال ارجع ادرس انا معد ابغى ادرس يا ابن الحلال معد ابغى ادرس المم بعد ما راحوا كلهم جاء خال الولد مسك فهد فهد السلام عليكم كيف حالك طيب يلا فهد لا تنسى ان امك حاربت عشانك بشكل كبير ولا تخيب ظن اختي فيك فاختي دايما تتأمل فيك الخير دايما تقول هذا الولد هو اللي بيبيض وجهي انا ما ابغى تزوج ولا ابغى عيش مع رجل ثاني ابغى عيش مع ولدي بس فامك صخرت حياتها كلها عشانك انت يا فهد انك تقدر الموقف هذا وترجع تدرس فهد هنا حس في شي داخل اتحرك حس ان الموضوع عليه مسئولية صد كبيرة افقرر جمعة خير انه يرجع يدرس اول ما رجع يدرس كان منتشر خبره فهد انه غايب من المدرسة بسبب كلمة جاء مدير المدرسة هذه حق الثانوية ونادى فهد تعال يا ولدي كيف حالك طيب وش السالفة ومدري ايش ومدري ايش وراح وفهد وقال للسالفة كلها قال له انت وين كنت تدرس وين الموضوع هذا صار فيه قال له هذا الموضوع وين صار فيه فاي مدرسة وقال له المدرسة والابتدائية اللي كان فيها قال له خلاص اوكيه تمام قال له مدير الثانوية خلاص اوكيه تمام فهد لازم تستمر وحنا معا يكون شي اللي تبغى ابد بعد يومين يا جماعة الخير جاء المدير وكلم فهد مدير الثانوية السلام عليكم فهد كيف حالك طيب فيه شخص يا فهد تكفل بكل شي انت بغاه هم شي انت تكمل دراسة وقال لي اي احتياج يبغى كمبيوتر اي ادوات تفيده في العلم انا موجود والشخص هذا خصص لك مبلغ شهري ينزلك انت الحالك واتمنى ما حد يدري فهد في البداية كان يعتقد ان هذا الموضوع او ان الفلوس هذه جايته كصدقة بس سكت وراح قال الام ان فيه مبلغ جاني زي كذا قالت من مين قال المدير الرافض يعلمني من مين لازم نعرف الفلوس دي جاي من مين الفلوس هذي من مين ورفض برضو يعلم الام قالت اجل حن ما راح ناخذ الفلوس قال له والله العظيم ان الشخص اللي اعطاني الفلوس مام مني وقال هذي الفلوس الفهد لين يتخرج من الثانوية والجامعة وحط له مبلغ كبير مرة والمبلغ هذا باذن الله راح يضمن مستقبل فهد لين بعد الجامعة وانا ما بغيت اعطيه المبلغ كامل لانه امانه عندي ولكن راح اجزأ له بشكل راتب واذا احتاج شي انا موجود ولو قدر الله وفقدت الحياة راح من بره بس اسكت لا تقول لحن من مين ما يبغي يقول لحن المهم استمرت الايام وفهد يدرس مع اخويا ورجع لحالة الطبيعية ورجع يبدع في حربيا دراستي والشخص اللي يتكلم عليه حرفيا عوقي من المدرسين ومن المدير بعد مرور فترة طويلة فهد خلص المرحلة الثانوية وجاء التخرج حقه مرحلة التخرج لأي طالب في الثانوية يتمنى يوصل للمرحلة هذي تمنى انه يتخرج بمعدل عالي وهلا يفرحون فيه وكل لابس ذاك البشت الاسود فهد راحوا الحفل هو خالد وعبد الرحمن وطلال راحوا الحفل وكرموهم وجاءت ام فهد والأمور زينة لين جاء المدير لأم فهد وحصلها موجودة في المسرح كيف حالك ام فهد طيبة معليش ابغى اكلمك انتي ولدك فهد على جمع عسو خير عسو خير ان شاء الله بتخلى يخلص الحفل وخنت قابل عند الباب حق القصر هذا وابغاك في موضوع انتي ولدك فهد قال اوشي الله يعطيك العافية ولدك فهد من الناس المحترمين والخلوقين ومن الاشخاص اللي يملكون علم حرفيا هو الشخص الوحيد المميز في المدرسة قال انا في كل فترة الجامعة يطلبون مننا اسماء ناس متفوقين حرفيا اول ما كلموني الجامعة قلت عندنا ولد اسمه فهد والفهد هذا صدقني ان راح يكون فلتت زمانه وفهد قاعد يسمع الكلام هذا فانا حبيت اطرع عليكم حرفيا شيين الشي الاول يوم فهد الجامعة اول ما اسمعوا كلامي لانهم يثقون في ارائي قالوا فهد نبغى نطلعه للابتعاد وحساب فهد حنا راح نتكفل فيه من الى اهو وامه يعني الان فيه تكفل للولد وامه ان فهد يطلع يدرس برا والموضوع الثاني يوم فهد الشخص اللي يقدم لولدك دعم راح اقول لك اياه بعد ما يخلص فهد راسته برا السعودية فهد يسمع الكلام هذا وما تكلم ولا حرف ولكن هو في عقلة يقول انا متفق انا واخوياي خالد وطلال وعبد الرحمن ان هنو ندرس في جامعة وحده وقال الكلام هذا على طول المدير قال طيب وخالد وطلال وعبد الرحمن وش نسوي انا متفق معهم ادرس في جامعة وحده معهم قال له لا تخاف هذولي ناس ربي معطيهم فلوس معطيهم خير وفي واحد منهم عنده اخو كبير قد ابتعث قبل اللي هو خالد فاكيد ان خالد راح يبتعث معاك لا تشيلهم وهم اصلا اسرة يعني اسرة علم لا تشيلهم انت بس فكر يوم سمع الكلام هذا فهد قرر الروح يكلم خالد سلام عليكم خالد كيف حالك طيب خالد انا جانب تعاث هل انت ناوي تبتعث؟ قال له ايه ابوي توم كلمني وقال لي يلا دامك خلص ثانوي لازم تصير نفس اخوك وتطلع بره تدرس الان فهد ارتاح حصل واحد راح يروح معه بره وراح الامه حربيا من فجر وتخيل يا امه من راح يروح معنا راح يروح معنا يا امه خويي خالد او خويك خالد يا الله الله يحفظه يا رب طبعا امه تعرف كل اخويا الله يحفظه يا رب ومدري ايش حرفيني ان راحت ام فهد اجمعت خير بعد ما اسمعت هذا الكلام وحصلت ان الوزارة نفسها راح تتكفل بكل شي يخصها ويخص ولدها لين يرجع راحت اجمعت خير وقدمت استقاله الام يجمعت خير بعد ما قدمت الاستقاله جت المرحلة الام اللي تودع فيها اخوها راحت وقالت ماذا اخوها انها راح تروح مع ولدها فهد للابتعاد الاخو وافق وقال الله يسر عليكم وصلهم للمطار ومشهم اول ما وصلوا هناك للمطار نزلوا من الطيارة خلاص بنستلعون من الممر في ناس يستقبلونهم فاول ما توصل يجمعت خير للدولة الثانية في نظام خاصة اذا كنت انت بتروح امريكا ممكن يعرفونها لراحة امريكا ان اذاك وصلت المطار او في لحظة استخراج الفيزا يسألونك من الشخص القريب عندك هناك وانت رايح وين وش المنطقة اللي راح تسكن فيها واذا اخترت المنطقة وقلت لهم انك انت راح تدرس هناك لازم يعطونك ورقة هذي ورقة مخصصة للقبول والقبول هذا تاخذه من الجامعات اللي موجودة هناك كان يحتاج يسجل اسم شخص يوصله او يحدد العنوان اللي راح يوصله سجل عنوان اخو خالد اللي كان مبتعث في امريكا والشي هذا متفق عليه من قبل بينه وبين خالد سجل العنوان وكل شي وخذ تاكسي وطلع لذاك المكان المكان ذاك يا جماعة الخير هو مكان يسكنون فيه قريب لم الجامعة الن?".pag dumping كانت من المال خلاص هو من خلاص ننتظر ثلاثين يوم انقر وقت القبول وانتبع لهم وراجع فهد جمعة الخير إلى السكن اللي هم موجودين فيه وصاريتعرف فى المدينة ويتمشي حولها ويعرف اساس الاماكن اللي حولها وينتظرون وثلاثين يوم بعد مرور ثلاثين يوم اقوال قبول ، جاء وقت القبول لقابلون في الطلاب وجتمعون في كله في الوقت هذا طبعا هم مقبولين عشان lock رقة قبول ولكن يجون عشان يتأكدون من حضورهم وفي ناس جايين على حسابهم الخاص وفي ناس جايين على حساب الحكومة المهم كانوا صفين كذا طابور وكل واحد قاعد يخلص معاملته من الشخص اللي قدامه المخصص للجامعة المهم يحصل كل الناس اللي قدامه مبتسمين المهم جاء دور فهد فهد كذا جمعة خير وقف قدام الموظفة قاعدت ناظر كذا في الأوراقي ميني سار كأنها استغربت حتى فهد توتر شوية راحت جوا نادت شخص من جوا وجيت مرة ثانية طبعا فهد لغته الإنجليزي مو مرة كويسة ولكن يفهم اسمعت تنادي شخص من جوا تعال في شخص ممكن يكون مزور قال شلون مزور بعد ما جاء الشخص كذا من جوا ناظر فيه قال لها معلش تعال والشخص هذا كان من جنسية عربية وصار يكلمة بالعربي قال انت من وين جاي وكيف عمرك أصغر من وقت التخرج ليه يا جمعة الخير لو تذكرون قبل قلنا وشو ان فهد يا جمعة الخير خلوه يتجاوز ثاني متوسط وهذا الشي عطله يوم قررنا يبتعث برا قاعد يشرح له قال والله انه صار زي كذا وكان فيه يوم من الأيام في المتوسطة فيه اختبار تحديد مستوى الناس اللي ذكاؤهم كويس ما يخلوهم يدرسون سنة يقدمونهم سنة قدام وقاعد يشرح له الشخص هذا من الجنسية العربية حس ان فهد أصلا شخص كويس ما هو بشخص حق لف ودوران قال لا اسمع فهد انا رح انصحك نصيحة عندنا في الدولة هذه النظام شوي مختلف انصحك نصيحة الوجه الله يا فهد ابغاك الله يسلمك انا الان بشيل الاوراق هذه وبقفل على كي شي بس ابغاك على جنب برا عشان انت ما تطيح في مشاكل بعدين ما اقصر الشخص العربي هذا طلع معه مرحبا ومسهلة اسمعي فهد النظام هنا شوي صعب لو شوفوك زي كده بيقولون انك انت مزور ولكن انا رح اقفل على الموضوع من جوه ولكن لا تشيلهم خذوا رقة القبول هذه وراح اكلم السفارة حقتك خلهم يخلون القبول السنة الجاية يعطون القبول زي القبول المشروع وتعال السنة الجاية ولكن ما انصحك ترجع لبلادك قال ليه يعني ما خلني ارجع افضل بعدين اجيكم السنة الجاية قال لي لا قال اذا انت جاي اصنا على حساب الدولة حقتك يختلف الموضوع ولكن اذا كنت جاي على حسابك الخاص لا رح يقولون ان ذا جاي يدافع بفلوسه جاي يدرس يعني حتى لو اجيهم بعمر صغير عمر كبير مايفرق ولكن اذا جيت ولكن اذا جيتنا وانت دولتك يلي موجهتك لنا انه يختلف الموضوع منينا ينفهم اجمعة الخير انخالد وضعف السليم اللي هو خوي فهد ولكن المشكلة الان في فهد قال ما انصحك ترجع لدولة كلينك لو رجعت لدولة بجيت تبغى ترجع لنا ما رح نقدر نعطيك الفيزا اللي تدخل فيها الولاية حقثنا انصحك تقعد هنا في امريكا يا خلاص انا راح اشوف الموضوع بس لازم اتناقش انا والاهل رجع الامة وقال له هذا الموضوع قال انه تسال فصارت كذا 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 وفي مشكلة قالت طيب على كذا ما ندري شو نسوي ولكن خلنس الخالق وان شاء الله عنده حل ان شاء الله يحللنا الموضوع ذا راحوا اتصوا على خالفهد السلام عليكم هلا والله يا خالي كيف حالك طيب السال فكذا كذا 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 قال الافضل انك انت تبقى عندهم وتشوف لك شخص كويس تنام عنده وتقعد عنده والسكن مدفوع وكشي مدفوع لا تشيلهم وتخلي امك ترجع عندنا هذا الحل الانسب تفقوا ان الام ترجع ويبقى الولد هناك عايش بندة سنة وبعد سنة تجيه امه المهم تفقوا على هذا الشيء الام رجعت لدولتها والولد قاعد في امريكا مع خوية خالد طبعا خالد كان يدرس لانه جاي على حسابه الخاص جماعة الخير وفهد قاعد في البيت مع خالد اذا راح خالد يتكي في البيت يروق ينتظر الان يجي يساعده في الاكل يصلح لغدا طبعا خوية فاكيد اني راح اساعد انا قاعد ادرس من تساعدني استمروا على هذا الحال لمدة ممكن شهرين طبعا فهد جماعة الخير عنده شقة ولكن الشقة هذه حرام ان يسكن فيها الحالة التكاليف بتكون كثيرة برضو على انها مدفوعة قلموا بعد مرورة جماعة الخير ممكن ثلاث او اربع شهور خالد هلا حبه يحطونا معروميت او شخص ينام معاه في نفس المكان عشان يخفضون عليهم تكاليف السكن وفهد قرر ان يرجع للشقة المصروفة له ومدفوعة رجع للشقة اللي كان ساكن فيها وقعد فيها فهد الان يفكر كيف انه يجيب فلوس الوضع الحالي ذا ما يبغي يضغط على هلا ويبغي يجيب فلوس عشان يقدر يتمشى مع اخويا نهاية الوكند ويتعشى معهم وبرضو يعبي الثلاجات الموجودة عنده يصير يعني اياك قل خلني يروح اسأل خالد وروح اسأل خالد وخالد قال له طريقة قال الافضل بما ان الشقة اللي انت فيها كبيرة ليه ما تجيب لك اثنين يستأجرون معاك يطير الشقة باسمك والثنين ذولي عايشين معاك وتاخذ منهم فلوس شهرية لا نصدق والله فكرة راح للجامعة يدور له على اثنين عشان يعيشون معاك وحصل فيه طالبين طالبين هذولي ما عندهم سكم قاعد يحاول يحاول صفه على طالب واحد الطالب هذا روسي اسمه أليكساندر والطالب هذا يا جماعة خير يعني مليان فلوس يعني الرجال شبعان يقدر يدفع الشقة وما بعد الشقة على ان عمره صغير يعني خلاص حددوا يوم يتقابل هو أليكساندر عشان يوريه الشقة راح أليكساندر كذا ناظر الشقة وضعها تمام كل شي تمام قال خلاص أنا راح اسكم معاه قال له هل انت راح تجيب شخص ثاني معنا قال له أليكساندر قال له فهد اي ممكن اجيب في المستقبل قال لا تجيب وانا راح ادفع لك حق اثنين ولكن خلنا ساكنين حنه هنا طبعا فهد ضافق واعجب العرض قال خلاص تمع وعاش يجمع ذا خير أليكساندر وفهد داخل هذه الشقة طبعا أليكساندر يجمع ذا خير محب للقيمينج بشكل مرة كبير قرر انه يأثث الغرفة والشقة اللي هو فيها ويخليها غرفة مخصصة للقيمينج يعني راح جاب البي سي وجاب السوني وجاب الشاشة ضبط وضعه فهد صار يشوف أليكساندر يلعب بشكل يومي اتفق هو أليكساندر قال له وش رايك اذا انت تروح الجامعة انا بقعد على الكمبيوتر حقك واقعد ألعاب ويعني زي اللي يقطع الوقت لين انت تجي أليكساندر ما رفض نهائيا قال له قال له اذا انت بغى تستخدم اللابتوب حقي لا تستخدمه تستخدم كمبيوتري والسوني وخذ راحتك وابد ما فيه اي مشكلة خذ راحتك بس اللابتوب لاتجي لم فيه معلومات فيه امور الدراسة وفيه كل شي يا سلام يا جماعة الخير يا سلام صار فهد يا جماعة الخير يلعب على الجهاز هذا بشكل يومي كل بين فترة وفترة يقدع ذا الجهاز ويلعب وينتظر أليكساندر يجي من نفس الجامعة وفهد باقي على جامعته ما يقارب خمس شهور واستمرت هذه الحالة واستمرت هذه الحالة الفترة كبيرة قدامه وصار فهد يا جماعة الخير وفي الفترة هذه اصلا فهد طور لغتها الانجليزية يعني جلسته ما كانت هباء من ثورة ايوا في يوم من الايام يا جماعة الخير يطق الباب على فهد طق 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 فهد خاف يرتب ويرتبك الموضوع اول مرة في احد يطق عليه الباب يروع عند العين كذا اللي يشوف فيه شرط يواقف عند الباب السلام عليكم عليكم السلام اهلا انت فهد قال اي نعم حياك الله قال فهد انت اللي ساكن هنا الحالة وكله معاك شخص تاني قال فهد مباشرة ايه معاي شخص تاني ساكن هنا قال خلاص تمام حنا بس جينا نسجل بعض المعلومات للناس اللي ساكنين في السكن قال يعني ما في شيء قال لا 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 تشيلهم ما في شيء عطوني اسمائكم يسجل اليكساندر ويسجل اسم فهد وهو قاعد يسول مع فهد فهد لاحظ انه قاعد يسلى اسئلة شخصية قال من متى تعرف الشخص اللي معاك قال والله من بداية الدراسة انا ما عارف اللي هنا هو اصلا الروميت حقي اللي ينام معاي دايما فانو ايام مساجرين هذه الشقة قال انتو تعرفون بعض قال له لا علاقتنا بس مستأجر ومؤجر فقط قال له خلاص تمام فهد حربيا كان مرتبك يا جماعة الخير اول ما طلع العسكري شاف عقل فهد على طول قال لو ان الموضوع هايدي فاكيد انه بيطق الباب على كل الشقق هذه اللي موجودة عندنا اول ما تعدى العسكري فتح الباب فهد وقاعد يناظر في العسكري لاحظ ان العسكري بس طاق عليه هو الباب ما طاق على البيبان اللي جنبه ابد هنا فهد خاف شو الموضوع وش صاير وش حاصل جاء اليكساندر الموضوع عادي واستمرت الى شهر شهرين ما صار اي مشكلة بعدها هنا فهد نسى السالفة ونسى وش صار قبل ومفيه شرطي جاء سأله وسجل معلومات والشخص اللي يعيش معه بعد فترة يجي اتصال الفهد والاتصال هذا من الشخص العربي اللي في السفارة السلام عليكم فهد كيف حالك طيب انت وين ساكن الان وكيف وضعك و هل كل شي عندك تمام ترى باقي على التقديم يا فهد ثلاث شهور هل معاك القبول ومعاك كل شي قال اي معاي كل شي شوي موضف السفارة سأله قال هل فيه شخص ساكن معاك في نفس الشقة قال لا اي فيه شخص قال تعرفه قال لا ما اعرفه قال وش اسمه قال اسمه اليكساندر وهو يدرس معنا في الجامعة لي راح ادرس فيها السنة الجاية قال لا كيف سكنت معاك والشقة باسم مين قال شفت في الجامعة و سكنت معي قال كيف يعني وضعه تمام الشخص هل تشوف فيه شي قال لا ما اشوف فيه شي واشوف وضعه تمام يعني قفل من دوب السفارة هذا التليفون بعد فترة فهد قاعد يلاحظ على اكساندر حركات غريبة ومنها يجمع هذا الخير الفلوس اللي حرفية اللانهائية اللي موجودة معاه وفقرر يسأل فهد قال لا يا الاكساندر انت من وين تجيب الفلوس هذي وكيف قاعد توفر حرفيا مبالغ كبيرة في الأسبوع والاكساندر بسبب الثقة والأيام اللي عاشوا مع بعض قرر يصارحه قال لا اسمعي فهد انا اشتغل في تجارة ولكن هذه التجارة تجارة اكترونية شوي قال يعني اش طبيعتها يعني كيف تجيك الفلوس كذا وكيف تربح ودي اشتغل معاه قبل ما تبدو السنة الجديدة قال لا انا اوفر اشتراكات لجميع البرامج سواء مثلا مثلا نت فليكس الاشياء هذي بمبلغ رمزي بصير طبعا هذا الشي جمعة الخير مخالف بامريكا عارفية بشكل مرة كبير ولكن فهد ما كان يدري يحسب الموضوع عادي قال وان الموضوع هذا هو لي يجيب الفلوس والناس تشترك عندي وقام هذا الكساندر وفتح اللابتوب وصار يوري فهد قال شوف الحسابات هذه وشوف الناس يشترون مني تبغى تدخل معاي لازم تشتري لك جهاز وانا علمك طريقة ولكن لا تقول ما يد احد والموضوع هذا سري عشان ما تخرب التجارة قال لا فهد اوكي معاك انا بلي تيدي واشتبي بس نسوي فهد لحد لا ما يدري انذا ممنوع الشي اللي قاعد يسويه بيكون شي ممنوع وبيحاسب عليه علمهم الاكساندر بعد ما قال السالفة هذه الفهد علمهم بعد 10 او 11 يوم اجمع دخير تلقت الشرطة على باب فهد السلام عليكم مرحبا ومسهلا معاك البوليس اسألوه قالوا لكم جهاز موجود هنا في المكان قال جهاز واحد قال جهاز مين قال جهاز الاكساندر طبعا كل ذا الكلام قاعد يقوله منطيب نية قال وين غرفة الاكساندر ويدخلون ويحصنوا الاكساندر جوه غرفته يفتحون الباب ويعتقلون الاكساندر حين الاكساندر وش فراسه اللي فراسه الاكساندر جمع دخير ان فهد هو الشخص اللي يبلغ عليه خلاص فرمجها فراسه حتى اي عقل بشري راح يقول ان فهد هو الشخص اللي يبلغ عليه ولكن في الحقيقة فهد ما لا دخل نهائيا ولكن دخل في هذه المشكلة وقفوا الاكساندر من الجامعة وقالوا هذا لازم يحاسب قانونيا عمره 19 سنة يعني الشخص هذا عاقل وبالغ يقدرون يحاسبونه حساب قانوني كامل ايوه هنا فهد توتر وانهم جو ومسكوا لي معاي في الشقة وبغى يحملوني المسئولية والحمد لله ما عندي جهاز وموري زينة قال خالد اسمع لازم تغيري الشقة اللي انت ساكن فيها غيرها لان الاكساندر هذا الروسي راح يرجع ويدورك بعدين قال خلاص تمام وغد شعرك وهداية الله قررنا ينقل في نفس الشقة اللي عند خالد قريبة لما نهائيا في نفس المكان اللي هو ساكن فيه نقل وعاش عنده هناك وجاء وقت القبول اللي يروح للجامعة ويسجل فيها وراقة فهد ويلتحق في اول سنة من دراسته ويحقق الانتصار اللي راهنت عليها امه فيه اللي هو انه شخص يدرس ويتعلم ويكون شخص ذو علم ويخلي امه تفخر فيه وبيض سمعة العائلة حرفيا وخلني ذكركم ان فهد كان شخص ذكي في دراسته شخص ذكي مر لدرجة حتى مدير الثانوي ومدير المتوسطة كانوا يراهنون عليه انه شخص حرفيا من طبقة علمية بحته وبدت يجمعت الخير اول سنة دراسته اول سنة كلم خالة وامة قال لهم اذا تبغون تجون حياكم الله اذا ما تبغون تجون تراني انا عايش عند خالد فلا تشيلون هم امورنا زينا وصار يدرس وخلصت اول سنة وثاني سنة بشكل سريع وجل يوم جمعة الخير اللي طلع فيه الاكساندر من السجن بعد ما مر سنتين حرفيا ترمو غرامات مادية وطلعو من السجن اول ما طلع حرفيا صدق خالد في كلمته انه يدور على فهد قال ان فيه شخص بيجي ينتقم منك والصحرفية الكلمة اللي قالها حقيقية وصدقية بعد مرور سنتين رجع الاكساندر يدور على فهد في شقة القديمة ولكن مالقا نهائيا راح للشقة القديمة يدور مالقاه راح للجامعة وسأل عن فهد قال له ايش تبغى فيه قال انا فيه اغراض كانت قديمة داخل الشقة حقته كمبيوتري واغراض يبغى اخذها بس في دلة منسوب الجامعة على بيت فهد وروح يقابل فهد الممرحة الاكساندر يقابل فهد عن بيته الجديد كيف حالك طيبها واش صار وفهد فرح له حرفيا والمشافة الاكساندر في رأسه فهد هو المبلغ عليه وفهد في الاصل ما بلغ عليه ولا سوى شي على طول جاء الاكساندر الفهد وين اغراضي وانت ساكن هنا انا ودي ارجع ادرس وكمل حياتي وزي كذا قال انا عايش مع خالد كذب عليه وقال انا عايش مع خالد وهو عايش كل واحد في شقة ولكن قال انا عايش مع خالد قال خلاص زين انت عايش مع خالد اوكي ما في مشكلة ومن هنا جمعت الخير من خروج الاكساندر وقابل فيها فهد شقة خالد تنصرق بالكامل وزيادة على كذا ادخلوا وطقوا خالد جوه الشقة حد الان ما حد يدري وش المشكلة اللي صار ويحسبون ان اقتحام عادي والاسف هذا الاقتحام معادي الاكساندر اتفق مع ناس انه مقتحمون شقة خالد يحسبن فهد فيها ويطقون الشخص اللي جوه ويصرقون كل شي عنده كلموا الشرطة وجت الشرطة تشوف المكان قالوا الشرطة لازم يشوف التسجيلات اللي سجلتها الكاميرات داخل مجمع السكني هذا جت الشرطة شافت التسجيلات هذي وقالوا ان هذه عصابة من تشرف المدينة وقاعدة تصرق الناس عشان كذا حاولوا انكم في الايام الجاية يستوخون الحذر فهد الحبيب الطيب هذا راح وقال ما يدى الاكساندر يلا انتبه فيه ناس يسوون يعني كذا ويقتحمون في انتبه على نفسك استخرب الاكساندر فهد ليه خايف عليه لذالدرجة هو قبل انبلغ عليه هنا بجت شكوك حرفيا ان فهد ما لا دخل وانه ظلمه وانه بالاساس انكشف راح واعترف الفهد كل شيء قالني انا اللي جاي وانا اللي طلبت من دول يقتحمون الشقة وطقون خالد ولكن انا اعتذر كنت اشك قبل ان انت اللي يبلغ عليه ولكن وعد مني اني ما اعيد هذه الشي ولا اعيد هذه الكرة واتمنى انكم ما تبلغون عليه وروح اعطيكم مبالغ مالية ترضيكم الموم الاكساندر تحسن وضعه وصار يعيش مع خالد وفهد في نفس الشقة سبحان الله ممكن يوم الايام يصير الخير في الشر والشر في الخير علنا عاداهم وسوى كل شيء ولكن سامحوا ورحبوا فيه عيش معهم الاكساندر شاف الكرم اللي فيهم وانهم سامحوا بشكل سريع وفقرر انه يشتغل معهم ويصير يجمع فلوس ولكن الشغلة هذي راح تكون شغلة قانونية وقرروا يفتحوا لهم هناك في امريكا متجر اكتروني كبير ويبعون المكملات الغذائية هناك وكان اللي ماسك شغلهم كله هذا الاكساندر وهم عبارة بس عن ناس تحطوا فلوسها معاه بدأوا من البداية بمشاريع كذا صغيرة بدأوا يشتغلون 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 بشكل كبير حبة حبة المتجر مرة ينجح ومرة يخسر مرة ينجح ومرة يخسر ولكن بشكل كبير نجاحها اكثر من خسارته صاروا يكبرون في هذا المتجر حق المكملات الغذائية وانتشر المتجر هذا حق المكملات الغذائية داخل الجامعة والكل كان يطلب منهم بشكل متكرر والفلوس قاعدة تزيد وخالد وفهد قاعدين يدرسون وكل واحد قاعد يبدع في دراسته والاكساندر شغال على الموقع يكبر في الموقع يمين ويسار وكلهم حرفيا اذكية ما في شخص منهم تقول هذا شخص غبي قلموا مجموعة خير ومشت الايام وفهد صار في السنة الرابعة بقي لسنة واحدة ويتخرج وطبعا خالد تخرج وخلص جاء الوقت اللي يرجع فيه خالد لابلاده ياخذ شهادته ويرجع لان خالد بدأ قبل فهد في الدراسة يا سلام قرروا انهم يعطون خالد فلوسه من المتشر حقهم وجاه مبلغ كبير مرة والمبلغ هذا ماحد يتوقع نهائيا انه يجي لطالب وصاروا يشتغلون وفهد بقي لسنة وفهد كان معدل عالي في الجامعة بشكل كبير خلص الترم الأخير يا جماعة الخير جت مرحلة التخرج ومرحلة التخرج يا جماعة الخير في نهاية التخرج في شركات تكلم نفس الجامعة عندكم ناس عندكم ناس كويسين نبغاهم أشادونهم يا جماعة الخير بالشخص اللي اسمه فهد قلولوا انهم كويس علميا ودرجاتها مرة عالية كلموا فهد أهلا وسهلا يا فهد فهد انه نبغاك تكون محاضر عندنا وتقدم دورات عن نفس التخصص حقك وتصير تشرح للطلاب المبتدئين بالتخصص هذا كلم فهد انا والله لازم ارجع لبلادي وما اقدر اجلس هنا لاني واعد اهلي اني ارجع وصاروا يغرون بالمبالغ الكبيرة واذا قعدت عندنا اكثر رح نعطيك جنسية بس خلك معنى اندل هذا دل على علم فهد ودل على عقلا نظيف مرة خالد رفض هذا الشي وقرر يرجع لالكساندر بعد مراسم التخرج عشان يقول له خلاص انا راح ارجع لبلادي وابغى الفلوس حقتي طبعا الثقة بينهم كبيرة بشكل انت ما تتوقع جاء خالد لالكساندر قال لالكساندر انا ابغى فلوسي واني ابغى ارجع عند اهلي وخلاص انا اتعبت من الجلسة هنا لازم ارجع وابغى برضو هلي يفرحون فيني واعيش في نفس البلدة اللي انا مولود فيها واصير قريب عند امي قال لالكساندر نصحها نصيحها قال اسمع يا فهد فهد ما انصحك تسحب فلوسك الان من المشروع اللي قاعدين نشتغل فيه خل فلوسك افضل يا فهد وانا كل شهر رح حول لك المقسوم حقك وعطيك حقك فلنا بيننا يعني ثقة وحنا من قبل نشتغل مع بعض فلات شي الهم قال يا فهد انت شو تشوف يعني قام اليكساندر ينصح فهد يا فهد قال لي يا فهد الان لو سحبت ما بلغك بيكون مثلا ستين الف دولار تسحب مرة واحدة وينف والافضل انك تخلي راس مالك لانه ممكن يجيك شهريا من ثلاثة الاف الى خمسة الاف دولار كذا المشروع رح يكون عمره اطول وممكن تكون قابل للزيادة ويوصل شهريا لعشرة الاف دولار قال لفهد قال لفهد اقول لك خلاص ما في مشكلة وعطاه عنوانه وعطاه حسابه البنكي لموجود داخل بلاده قال ابغاك تحول لي المبالغ هذي كل شهر وحرفيا فهد شال اغراضه وقرر يرجع لبلاده عشان يفر حمه وخاله ولكن في اسئلة دوره في راس فهد وفي الطيارة كذا فكر قال ابغا اعرف من هو الشخص اللي كان يدعمني في بداية مشواري من الشخص هذا اللي كان موقف معي في بداية مشواري وكان يعطيني مبالغ توصل فوق الثلاثمائة الف ريال وكل فترة يزود المبلغ هذا مين مستحيل ان هذا الشخص يكني الاحترام والحب للدرجة هذه صاري راودة هذا الموضوع ولكن برضو في جهة ثانية قاعد يقول الان انا معاي شهادة ومعاي مشروع ويجيب لي مبلغ شهريا والان انا في افضل حالاتي المدية رجع الان فهد لبلاده معاه شهادته ورايح لامه وتشوفها امه وتحظنه وتصيح وفرحانة فرح كبير الحرمة اللي ضحت بكل شي تملكه وظيفتها حياتها ومتعتها ورفضت تتزوج فقط عشان تسخر وقتها كلها لو ولدها ورجع وحصل امه اصلا في حالة يرثى لها امه ما تدري انه كان يجي مبالغ كبيرة تقرر انه يعلم امه بكل شي صار وانه دخل مشروع ويجاب شهادة ويجي مبالغ مرة كبيرة هو باقي متوظف امه حرفيا فرحت له ولكن في قلب فهد شي اكبر من كذا يبغى يعرف من الشخص اللي كان يساعده ببداية حياة مرة الايام شهر الاول شهر الثاني صار صدق اليكساندر يحول فهد الفلوس وتجي مبالغ شهريا 3000 5000 بهذه المبالغ بعد مرور فترة شوي طويلة قرر فهد يروح يزور مدير مدرسته القديم اللي قابله عند باب القصر الاحتفال الثانوية يوم كلمه وقال له انه كنت شخص وانه كنت لازم تبتعث والجامعة بتعثوك لازم تشد حيلك ولكن ما رح اقول لك من الشخص اللي كان يساعدك اللي لما تخلص رح لفهد يا جماعة الخير وسأل عالمدير وين مكان المدير وين بيت المدير لين حصله والمدير كان كبير في العمر اول ما شاف المدير منسال انها اغرب حاله مرت عليه في حياته وسكى المدير قعده على جنب قال له يقعده بيك وطلع كل عياله مرحبا يا ولدي فهد كيف حالك طيب امورك زينة والمدير ترى مو بذاك العمر الكبير يعني بعمر ال55 56 مو ذاك العمر الكبير وانا ارى ترى ال60 وال65 باقي للشخص ناظره صغير ما ناظره كبير والمهم يلا اسمعني انتبه الدنيا هاذي ما تمشي على الشي اللي انت بغاه ولكن ربي دايما يختار لك الخير ممكن يوم من الايام الشر يكمن في الخير ممكن يوم من الايام الخير يكمن في الشر مو كل شي قدامك تراه منظره جميل ممكن يكون كويس وممكن الشي السي اللي قدامك يكون هو افضل قرارات حياتك في الدنيا هاذي قسمها ربي بين خير وشر انت الان يا فهد ما شاء الله صرت صاحب شهادة وصاحب علم وانا اجلت هذا الموضوع اني اقولك اياه بسبب اني احتاج انك تكون شخص عاقل الفترة اللي كنت اكلمك فيها كنت شخص مراهق ما اقدر اقولك من الشخص اللي كان يدعمك وانا اتوقع ان الكل الان عرف من الشخص اللي كان يدعم فهد اللي هو يا جمعة الخير وصية افو فهد وصية الشخص اللي اسمه سعد وصية ابوك قال الشخص اللي كان يدعمك كان يساعدك اللي هو يا فهد ابوك ابوك ايه نعم ابوك هو الشخص اللي كان يساعدك وكتب هذا الشي في وصيته ووصى عليك ان كل املاكة تروح لك انت طبعا ابوك كان عنده بيت قبل والبيت هذا طبعا ما شراه من البيع حقه البيت هذا شاري يوم كان في حرفيا عز رشدة اول ما خذ امه قال ان ابوك باع البيت وخذ فلوسه كله وكتبها باسمه وانها تصرف على تعليمه الابو عظيم بالله العظيم الابو والام حرفيا شي عظيم في الحياة وحرفيا اي شخص فاقد امه وابوه اتمنى الرب يعوضه حرفيا من الدنيا هذي باشياء كثيرة تغنيه ويسعده ويرزقه حرفيا من حيث لا يعلم ممكن ابوك طايح في بلاء لا تعتقد انك بتكون في هذا الجرد او انك بتلحق هذا الشيء ممكن ابوك تشوفه طايح في مشكله او ربي باليه انتبه تستنقص من ابوك وادع له ربي يشفيه ممكن امك تكون برضو طايحة في شغلة وربي باليها بشيء انتبه تستنقص منها لانك قطعة منها الابو والام شي مهم في الحياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة